بسم الله وعلى بركة الله نستأنف جلساتنا العلمية والأمر يتعلق بالجلسة العلمية الثانية إن شاء الله وتعالى والمعانونة بالتجديد والتقصيد في علوم القرآن والسنة النبوية وبعدك إن شاء الله وتعالى ننتقل إلى الدكتور محمد أبو يحيا وهو أستاذ في كلية الشريعة بأقادير جامعة ابن الظهر متخصص في الدراسات القرآنية شارك في عدة مؤتمرات دولية ووطنية وله مؤلفات وتحقيقات في تخصص الدراسات القرآنية واختار الدكتور أبو يحيا مداخل بعنوان مراعاة السياق القرآني بين ضرورة الإعمال وخطورة الإهمال فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا وله الكلمة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي نصب للحق دليلا والصلاة والسلام على النبي الأمين أعلم الناس بمراض الله ورضي الله عن صحابة رسوله الكرام الأمناء على الوحي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها السادة العلماء أيها الطلبة والطالبات أيها الحضور الكرام أحييكم تحية معند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله في مطلع كلمتي أرى لزاما علي أن أقف وقفة أزجي خلالها أحر الشكر وأخلص الثناء لجنود الخفاء القائمين على هذا المؤتمر العالمي المبارك الذين لو لا جهودهم المطنية بعد فضل الله وإرادته لما برز هذا اللقاء العلمي إلى وجود فلهم أقولوا مبارك الله جهدكم وتقبل عملكم وبعد يعد القرآن الكريم رأس مقدسات الإسلام وعمدة التشريع وينبوع الحكمة يعطف النفوس إلى الحق ويلفت العيون إلى النور ويهدي الحيارة إلى السبيل القصد فلا غروة أن ينزله المسلمون على تراخ العصور منزلة التقديس والإكبار ويعكف العلماء على الاستمداد منه تبياناً للأحكام ومدارجة للنوازل ونهوضاً بحجة الله على خلقه وإن المفسرين أحضى الناس بصحبة القرآن وأدناهم إلى مناهل الوحي وأقعدهم بمناهج فهمه وتدبره وقد صاروا في هذا المناهج عنقاً فسيحاً لا يصرفهم صارف عن التأصيل لقواعد النظر الصحيح والتدبر الأمثل فضلاً عما جادت به أقلامهم من تفسيرات شتى للنص القرآني تفاوتت في منازعها ومشارعها تفاوتها في مقادر الإجادة والإحسان بيد أن السفراغ هم الواسعة في التأصيل والتقعيد لم يكن عاصماً لبعض المذاهب والفرق من رقوب التأويل المستقرة والرأي المذموم انتصاراً للمعتقد أو نضحاً عن المذهب وإذا كانت فتنة التأويل ظر قرنها في عصور ذهبية وضيار العلم مأنوسة وحملة القرآن متوافرون والاجتهاد في حياطة من القواعد وإلى ملجأ من النظر السديد فما بالك اليوم وقد انكمش ظل العلم وقلت الديانة واستحكمت الأهواء وأصبح التفسير على جلالة قدره وشرف صناعته متنفساً لكل دي ذخيلة سيئة وعقيدة رديئة ومصداق ذلك ما يروج من دعوات إلى القراءة الحداتية وتنقيح النص القرآني وكأنها باطنية جديدة في مواجهة الوحي المنزل ومن هنا نرى أن الحاجة ماسة إلى التذكير من جديد بضرورة استحضار تلكم الضوابط العلمية المنهجية التي تجاهلها هؤلاء وتجاوزوها ورغبوا عنها لحاجة في أنفسهم ألا وهي ضوابط التفسير تعقباً لكل التأويلات المعاصلة الزائغة للنص القرآني التي يزعم أصحابها أنها البديل الأمثل لتفسير علماء السلف والفهم الذي لا يزيغ إلى غير الصواب وإن تكلفت له المحامل الباردة وذهبت فيه مذهب البواطيل كلها وقد آترت جعل موضوع هذا البحيث أصلاً من أصول علم التفسير وضابطاً من ضوابته المنهجية وأحد أعمدة الترجيح عند المفسرين وهو السياق القرآني تحت عنوان مراعاة السياق القرآني بين ضرورة الإعمال وخطورة الإهمال نحو قراءة راشدة للنص القرآني هكذا العنوان كاملاً مراعاة السياق القرآني بين ضرورة الإعمال وخطورة الإهمال نحو قراءة راشدة للنص القرآني وسعياً مني إلى تحقيق أهداف هذه الدراسة انطلقت من جملة تساؤلات منها ما مفهوم السياق وما هي أنواعه وما هي ضوابته ووظائفه وما هي آطار إعمال السياق وعواقب إهماله لدى الأقدمين والمحدثين وكل هذه التساؤلات وغيرها تدور في نطاق تلك الإشكالية الرئيسية وهي ما الدور الرئيس الذي يقوم به السياق في الكشف عن المعنى وفهم النص وضرء الوهم ومجانبة القراءة المنحرفة له وبناء على ذلك ارتأيت تقسيم البحث إلى أربعة مباحثة تأتي بعد هذه المقدمة المبحث الأول السياق القرآني المفهوم والأهمية المبحث الثاني أنواع السياق القرآني المبحث الثالث ضوابط السياق القرآني المبحث الرابع وظائف السياق القرآني المبحث الخامس السياق بين المعملين والمهملين قديماً وحديثاً ثم خاتمة أمر سأعرف السياق استلاحاً وإلا فاللغة يعرفه الجميع في معاجم اللغة يصعب تحديد معنى السياق استلاحاً لأنه من المصطلحات الشائكة إذ ليس هناك تعريف واضح ومحدد لمصطلح السياق باستثناء إشارات متناثرة هنا وهناك ولذلك اخترت تعريفاً لأحد الفضلاء حيث يقول تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود دون القطاع أو انفصال وشرحه يطول وهو موجود في البحث ثم انتقلوا إلى أهمية السياق القرآني اعتدى المفسرون بدلالة السياق أيما عناية فقدروا بها من محذوف ورجحوا وردوا من أقوال وعللوا من آراء واستخرجوا من هدايات الكتاب العزيز واستنغطوا من أحكامه فلازلنا نقرأ في كلامهم هذا يؤيده السياق أو يرده أو يدل عليه أو لا يدل عليه أو يساعده أو لا يساعده أو يعضده أو لا يعضده ونحو ذلك مما ملأت به كتب التفسير مما يؤكد أن علماءنا ومفسرين بدءا من ابن جرير الطبري وحتى عصرنا الحاضر هم أرسخوا قدم من غيرهم في اعتبار دلالة السياق وأنها عندهم أداة مهمة من أدوات فهم النص القرآني ووجه من الوجوه الكاشفة عن المعنى القرآني بقدر طاقة البشر وأكتفي بإيراد نص واحد وإلا فعصر أقوال العلماء في هذا الشأن متعدير قال الشاطبي رحمه الله وهو يبين أن دلالة السياق هي الضابط المعول عليه في الفهم فيقول إن المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل وهذا معلوم في علم المعاني والبيان فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم والالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها لا ينظر في أولها دون آخرها ولا في آخرها دون أولها فإن القضية وإن اجتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف فإن فرق النظر دائما يقول الشاطبي فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعد إلا في موطن واحد وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه لا بحسب مقصود المتكلم فإذا سح له الظاهر على العربية رجع إلى نفس الكلام فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد فعاله بالتعبد به نص طويل لكنه نفيس أنتقل إلى وظائف السياق القرآني وإبرازاً لوظيفة السياق الترجيحية التي تعتبر إحدى قواعد الترجيح عند المفسرين فإنني أقدم نماذج تطبيقية أرجو أن تكون ثمرة يانعة يجنيها الباحثون المقبلون على التعامل مع كتاب الله تدبراً وتفسيراً واستثارة لكنوزه واستخراجاً لأسراره واستكشافاً لألواره وأن تتخذ مسلكاً طيباً لتنقية بعض التفاسير مما علق بها من أقوال مرجوحة لا تتناسب مع السياق الحافي بالآيات تحقيقاً لجزء من أهداف هذا المؤتمر المبارك المتمتل في مراجعة ترات التفسير مراجعة علمية منهجية عميقة شاملة تبني عطاء الدلالة القرآنية على صحيح فهم الصحابة والتابعين وعلى قواعد مراعاة السياق سأكتفي فقط بنموذج واحد وإلا فهناك نماذج كثيرة في البحث ما ورث في معنى الإحصار في قوله تعالى وأتم الحجة والعمرة لله فإن أحصرتم فما السيصر من الهد هل يكون الإحصار بالعدو أو المريض يقول الجصاص رحمة الله عليه وقد اختلف السلف في حكم المحصر على ثلاثة أنحاء سأكتفي بإيلاذ قول واحد قال الثاني قول ابن عمر أن المريض لا يحل ولا يكون محصرا إلا بالعدو وهو قول مالك والليث والشافعي ثم جاء الألوسي رحمة الله عليه فقال مؤيدا صحة مذهب مالك والشافعي معتمدا على السياق وهو الشاهد معتمدا على السياق قال والمراد من الإحصار هنا حصر العدو عند مالك والشافعي رحمهم الله تعالى لقوله تعالى فإذا أمنتم فإن الأمن لغة في مقابلة الخوف ولنزوله عام الحديبية ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا حصر إلا حصر العدو فقيد إطلاق الآية وهو أعلم بمواقع التنزيل فسياق الآية شاهد على ترجيح مذهب مالك والشافعي في أن الإحصار إحصار العدو دون إحصار المرض قلت هناك ماذا شواهد كثيرة يكفي هذا المبحث الخامس خطورة إهمال السياق القرآني قديما وحديثا هذا المبحث في نظري من أهم مباحث هذه الدراسة لأنه يعالج قضية خطيرة إصطلاب له بنارها بعد طراتنا التفسيري ألا وهي الشوائب التي شابت تلك الطرات التي شابت ذلك الطرات فأفسدته بعض الإفساد وشوهت جماليته وذابت بشيء من نوره مما جعل المبطلين والجاهلين والحاقدين يمدون إلى الإسلام عموما وإلى كتابه خصوصا أيدي الإساءة ويسلقونهما بألسنة حداد موهمين الأغرار بأن تلك المزارقة والنقائص والآراء الواهية المنحنفة هي الإسلام كل الإسلام وقد حاولت في هذا المبحث محاولة استقراء أهم العوامل والدواعي التي جعلت أولئكم الواقعين في معرة إغفال السياق يسلقون هذا المسلك المستهجن إهمال السياق القرآني قديما وخطورته هناك أسباب كثيرة منها التعصب المذهبي التعصب اللغوي الاستدلال بالأخبار الباطلة والواهية هنا إن سمح رئيس الجلسة آتي بنص لأحد الفضلاء وهو طويل لكنه نفيس يقول ولقد نجم عن هذه الطريقة يقصد هذا التعصب المذهبي ولقد نجم عن هذه الطريقة أن عدل ببعض الآيات عن معانيها وأغراضها التي سيقت لها أو حكم فيها معناً لا تحتمله قضى عليها بالنسخ وكثيراً ما تفسر الآية على مقتد القواعد الأصولية التي استخلصها أرباب المذاهب من الفروع الفقهية واتخذوها أصولاً تحاكموا إليها في فهم القرآن والسنة والصنبات الأحكام ولم يقف ذلك عند التشريع وآيات الأحكام بل تعدى إلى العقائد وآراء الفرق فترى هم يقولون هذه الآية لا تتفقوا مذهب أهل السنة فهي مؤولة بكذا وكذا كما يقولون هذه الآية لا تتفقوا مذهب الحنفية وتأويلها كذا وكذا وكما يقولون هذه الآيات وربما نيفت على السبعين لا تتفقوا مشروعية القتال فهي منسوخة وهكذا صار القرآن فرعاً بعد أن كان أصلاً وتابعاً بعد أن كان متبوعاً وموزوناً بغيره بعد أن كان ميزاناً يقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول والرد إلى سنته الصحيحة ولكن هؤلاء عكسوا القضية وقلبوا التشريع وردوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما لهم من آراء وما لمقلديهم من مذاهب كنت أود أن آتي إذن أختم إن شاء الله هذه الجلسة الآخرة قلت لنا هذه الجلسة الآخرة إذن خاتمة قبل وضع اليراع وإنزال الشراء لا محيد لنا عن كلمة ختامية توجز لنا ما تقدم إيراده مما تيسر إعداده وتنحصر فيه ومضتين اثنتين الومضة الأولى أنه لا ينبغي لنا أن نجعل أبدا من الإقرار بأن في تراتنا الدين عموما والتفسير خصوصا ما يفتقر إلى أن نعمل فيه يد النقد والمناقشة والتحليل وننظر إليه بعين التبحيث والتنقية والفحص وذلك لا يتعارض بحال مع مشاهل إجلال والإكبار ومقتضيات الأدب والتقدير فما العصمة إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وكل كلام يؤخذ منه ويطرق ويقبل ويرد ما دام صادر من بشر يصيب ويقطئ ويحسن ويسيء وحاشى لله أن يكون الباعث على النقد الحقد وإرادة التشفي وقصد التنقيص والتحثيم وإبداء العيوب فليس ذلك من ديذن المسلمين ولا من شمهم إذن كنت أود أن أسترسل في الكلام أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر